اشتركوا في القناة ورعرع الاحفاد في كنف هذه الاسرة الفلاحة المتماسكة كان من الاحفاد ابن عم هما محمد بن دريس الرحموني ويبلغ من العمر 21 عاما ومحمد بن علي الرحموني الذي يصغر ابن عمه بسنة واحدة لم ينل الشابان حظا كبيرا من التعليم لم يتخط اي منهما المستوى الابتدائي ولم يكن الشقيقان ادريس وعلي يعيران كبير اهتمام لتمدرس ولديهما فقد كانت الفلاحة والحقول حدودا لآفاقهما في الحياة كانت الحقول مورد العيش وما سواها بالنسبة لهما ليست من الامور التي لها الاولوية بين ابني العم محمد بن دريس ومحمد بن علي شبه كبير في الحقيقة لم يستغربه اي من افراد العائلة كثيرون يظنون ان الشابين توامان ولكن الفارق كان كبيرا في المزاج والسلوك كان محمد بن دريس شجاعا مندفعا ومحبا للمغامرة وكان ابن عمه محمد بن علي مترددا الى حد الجبن لا يقدم على امر حتى يبادر اليه ابن عمه وبشكل من الاشكال حتى يأذن له بالقيام به كما شبان كثيرين من الملليين بدأ ابن العم يفكران في بناء مستقبل لهما كان يريان ان الاعمال الفلاحية التي يدور حولها نشاط عائلتهما لن يمكنهما من تحقيق ما يريدانه وهكذا دخل محمد بن دريس عالم الاتجار في المخدرات ولم يكن لابن عمه محمد بن علي ان يتخلف كان محمد بن دريس يسافر الى المناطق التي عرفت بانتاج الحشيش يأتي منها بكميات صارت تكبر مرة بعد اخرى وكان ابن عمه يتولى في مدينة الفنيدق نقل الحشيش الى نقطة قريبة من السياج الذي يقيمه الاحتلال الاسباني حول مدينة سبتا من هناك كان اشخاص اخرون يحملون البضاعة الى داخل المدينة المحتلة ومنها يتولى افراد اخرون من الشبكة العبور بها الى جنوب اسبانيا توسع نشاط محمد بن دريس في تهريب الحشيش وتوسعت وتشعبت علاقاته وبعد بضع سنين صار على رأس شبكة للتهريب ضمنها عدد من الاسبان كانت تلك التجارة تدر عليه اموالا طائلة وقد تسنى له ان يشتري محلا تجاريا في سبتة المحتلة وهو ما يسر له الحصول على وثائق الاقامة هناك اما ابن عمه محمد بن علي فقد ظل في الفنيدق ينقل الحشيش الى جانب السياج المحيط بسبتة عند سفح جبل بليونش كان يتقاضى عمولة عن كل صفقة وهو يرى ان ابن عمه يزداد غنا وثراء يوما بعد اخر وقد رجى عدة مرات ابن عمه ان يساعده في الحصول على وثائق الاقامة في سبتة المحتلة ولكنه كان يرد بالرفض طارة وبالتسويف اخرى كان محمد بن دريس يخشى ان يتسبب ابن عمه الذي يعيش في ظله في كشف اسرار تجارته كان رفض محمد بن دريس اشراك ابن عمه في تجارته وتمكنه من الحصول على وثائق الاقامة في سبتة كفيلا بزرع بذرة حقد بين ابني العم الذين لم يكن كثيرون في الملاليين وفي خارجها يفرقون بينهما اسرار كثيرة لمحمد بن دريس لا يعلمها الا ابن عمه في نفس وقعت فيها بذرة حقد تصير تلك الاسرار الدفينة غذاء للبذرة الخبيثة كان الظرف مواتيا ليكبر الحقد بسرعة في نفس محمد بن علي ففي صيف ذلك العام تقدم محمد بن دريس لخطبة احدى بنات خاله واقام عرسا انفق فيه المال الكثير في الملاليين لم يستغرب ابناء القرية ان ينفق محمد بن دريس الكثير في حفل زفافه فهم يعلمون ان تجارته مع شراكاء له في سبتة رائجة جهز محمد بن دريس بيتا لزوجته في حما بيت والده بعد ايام تركها وانصرف الى تجارته ومع ان كل منهما يعلم الان ان علاقته بالاخر لم تعد على ما كانت عليها فقد استمر محمد بن علي في نقل الحشيش الى بليونش الى جوار السياج المقام حول سبتة يسلم البضاعة ويعود ادراجه الى الفندق لم يكن يتخذ احتياطات كبيرة لتجنب الوقوع في قبضة الجمارك المغربية او الدرك الملكى او في قبضة الشرطة الاسبانية وكثيرا ما نبهه ابن عمه محمد بن دريس الى ذلك وذات يوم وقع الذي كان يخشاه ففي ليلة من ليالي اكتوبر من العام ثمانية وثمانين تواعد على اللقاء في المكان المعلوم وان يأتي محمد بن علي بالبضاعة وما ان تسلمها محمد بن دريس حتى فاجأهما رجال الجمارك تمكن محمد بن دريس من ان يأخذ كيس الحشيش ويتسلق المسالك الوعرة ويدخل الى سبتة بينما وقع محمد بن علي في قبضة رجال الجمارك واقتيد الى مركز الشرطة حيث تم تطبيق مسترة في حقه وحيل بمقتضاها الى المحكمة اخذت بصماته وادخل السجن مكث رهن الاعتقال شهرا وتمكن محام الدفاع الذين وكلهم ابن عمه من الحصول على سراحه وبالرغم من الافراج عن ابن عمه فان محمد بن دريس لم يقبل بان يستأنف العمل معه كان قد وجد مزودا اخر يحضر له الحشيش الى اقرب نقطة من سياج سبتة لفترة ظل محمد بن علي يستقدم الحشيش الى الفندق ويبيعه هناك لمن يرغب فيه نسي انه مراقب ولكنه ما لبث ان ادرك حجم الخطر الذي يهدده طلب المساعدة من ابن عمه رفض ان يستأنف نشاطه معه صار يخشى من تبعات هفواته وفضل ان يمده ببعض المال نصحه بالابتعاد عن تجارة المخدرات غير ان محمد بن علي لم يقبل كان يرى مداخل ابن عمه تزداد يوما بعد اخر وكان يعتبر انه يقف في طريقه الى الرفاهية بعث اليه برسالة حذره من عواقب التخلي عنه ذكره بانه يعلم من اسراره الشيء الكثير هدد بابلاغ السلطات المغربية وحتى سلطات سبت المحتلة ان لم يساعده قال انه حتى الان لم يبح باي من الاسرار احس محمد بن دريس بالخطر وسعى الى اللقاء بابن عمه اتفق على اللقاء ذات ليلة عند اسفل بليونش ليبحث الامر بعمق كانت ليلة غاب عنها القمر كان يسمعان امواج البحر تلقي بنفسها الى الشاطئ التقى الرجلان وظل لساعة يتجاذبان الحديث حول خلافاتهما في تلك الليلة لم يبدي محمد بن دريس لينا ولا تساهلا كان متمسكا بموقفه عرض على ابن عمه مالا يتاجر به في غير تهريب المخدرات كان ابن العم يرفض وباسرار احتدت لهجة التخاطب بينهما ثارت اعصابهما اخرج محمد بن علي سكينا وطعن ابن عمه على مستوى الصدر جحظت عيناه وتهاوى على الارض لم يلبث ان مات كان في الجانب الاخر من السياج فكر محمد بن علي في الهرب كان ابن عمه جثة بلا حراك في الجانب التابع لسبتة المحتلة تزاحمت الافتار في رأسه مد يده الى جيب بن عمه اخذ اوراق هويته وبطاقة اقامته في سبتة ودس فيه اوراق هويته هو وفيها بطاقة تعريفه الوطنية ثم اسرع هاربا الى المدينة بعد ساعة مرت من هناك دورية للحرس المدني الاسباني عثرت على الجثة اكتشفت وثائق الهوية المغربية لمحمد بن علي كانت الجثة على بعد امتار من السياج قام رجال الدورية بجر الجثة ودفعها وراء السياج مع ساعات الفجر الاولى اكتشف رجال الدرك الملكي الجثة تقول وثائق الهوية التي عثر عليها انها لمحمد بن علي كان واضحا ان الرجل قتل في الجانب الاخر من السياج اثار جر الجثة كانت واضحة سجلات الشرطة في الفنيدق تذكرت تاجر المخدرات محمد بن علي سلمت الجثة لعائلته وتم دفنها في ملليين قرب تطوان دفنت عائلة الرحموني ابنها وحفيدها محمد بن علي بينما انقطعت عليها اخبار ابنها الاخر محمد بن دريس كانت زوجة محمد بن دريس قد انجبت طفلا في العام واحد وتسعين تسعمائة والف فقد اختير له اسما ادريس تيمنا باسم جده ادريس الرحموني لم يعد للمرأة الشابة وابنها من معيل سوى جد الطفل الذي توفي بعد اربع سنوات ظلت الجدة طرعى شؤون حفيدها وزوجة ابنها كان محمد بن علي بعد ان قتل ابن عمه محمد بن دريس عند السياج في بليونش وبعد ان استولى على وثائقه قد تمكن من انتحال هويته والاستيلاء على قدر هام من ثروته استقر في سبتة بضعة اشهر ثم بعد ذلك تمكن من العبور الى اسبانيا ومنها ارتحل الى بلجيكا في بلجيكا استقر وطواه النسيان كذلك كان يظن نسي بل تناسى الملليين وعائلته صار يتاجر في الذهب والفضة متنقلا بين بلجيكا وسويسرا وبلدان اوروبية اخرى وصارت له علاقات واسعة في عالم تجارة المعدن الاصفر اللمع مع توالي السنين حسبت عائلة الرحموني في الملليين لما طال الغياب ان ابنها الاخر محمد بن دريس قد توفي وكان محمد بن علي المتقمس لشخصية ابن عمه محمد بن دريس قد استطاع ان يعدل في اسمه العائلي وصار يتسمى بمحمد راموني في الحقيقة اعتمد النطق الفرنسي للرحموني وتخلص من حرف اش صار معروفا بميسيو راموني ولانه يعرف العربية فقد سهل عليه ان يقيم علاقات شراكة مع رجال اعمال واثرياء ومستثمرين من اقطار الخليج لم يتزوج كانت له عشيقات كثيرات يستبدل الواحدة منهم كما يستبدل معطفه مرت ثمان عشرة سنة على استقراره في بلجيكا كان حين يأوي الى نفسه يأخذه الشوق الى المغرب الى الملليين والى الفنيدق الى المقهى وكؤوس الشاي بالنعنع ارتبط الميسيو راموني رجل الاعمال البرجيكي بمستثمرين خالجيين وابرم معهم اتفاقا استثماريا كبيرا لبناء منشآت سياحية في اقادير كانت له نسبة ستين في المئة من ذلك المشروع الذي يشاركه فيه رجال اعمال كويتيون استحدث شركة لهذا المشروع ومع تقدم الاشغال صار لزاما عليه ان يزور المغرب ويتفقد الاوراش دخل البلاد بجواز سفر بلجيكي كان شركاء الرحموني او الراموني الكويتيون قد مهدوا لقدومه بعدة مقالات مدفوعة الاجر نشروها في صحف مغربية مقالات تحدثت عن المشروع الاستثماري الكبير الذي سيقام بتعاون بين رجال اعمال كويتيين ورجل الاعمال البلجيكي المغربي الاصل السيد محمد راموني تم التلميح في تلك المقالات الى ان راموني ينحدر من الملليين قرب تطوان شمال المغرب ذاع الخبر في الفندق وتناهت اصداؤه الى الملليين كان ادريس بن محمد بن ادريس الرحموني شابا في العشرين من العمر استرع انتباهه ذاك الشبه بين اسم ابيه محمد الرحموني واسم المستثمر البلجيكي المغربي الاصل محمد راموني كان الشاب قد ترعرع في بيت غاب فيه الاب اختفى باسباب وفي ظروف غير معلومة علم ان الرجل مستقر باجادير للصهر على انجاز المشروع الاستثماري قرر الفتى الذهاب الى اجادير والسعي الى الاقتراب من الرجل حالفه الحظ وتم قبوله ضمن عمال البناء في الشركة التي يملكها السيد راموني كان ادريس بن محمد بن دريس يتحين الفرصة للاقتراب من الرجل قبل ان يتوجه الى اجادير كانت والدته قد تحدثت له عن علامات مميزة يحملها والده ومنها خال كبير وراء اذنه اليسرى وان ابن عم والده محمد بن علي كان يعاني من عرج بسبب حادثة تعرض لها في الصغر وكان يضطر الى انتعال حذائين غير متساويين في علو الكعب قالت له امه انها حصلت على تلك المعلومات من العجوز التي كانت ما تزال على قيد الحياة تكتوي بنار مقتل ابنها محمد بن علي قيل لها انه قتل برصاص الحرس المدني الاسباني وصدقت منذ الايام الاولى لتشغيله كان الشاب ادريس يريد الحصول على عمل يجعله قريبا من الادارة كان يريد ان يرى عن قرب محمد الراموني ان يتحقق من العلامات المميزة وقد تسنى له ان يعمل قريبا من الادارة اذ اوكلت اليه مهمة تنظيف دورة المياه وذات يوم اتيحت له فرصة من ذهب كان السيد راموني سيتفقد المنشآت التي توجد في طور التشييد وكان عليه ان يتقيد بقواعد السلامة وان يعتمر خوذة وينتعي لحذائين خاصين بالورش اقترب منه ادريس وعرض عليه ان يساعده في انتعال الحذائين تسلم منه حذائيه وبتلقائية فحصل ايسر منها كان كعبه اعلى من كعب الحذاء الايمن ذهل ادريس بما اكتشفه لقد ايقن الان ان الشخص الذي يعمل عنده ليس سوى ابن عم والده محمد بن علل الرحموني كانت معايناته السابقة قد اثبتت له ان الرجل لا يحمل خالا وراء اذنه وجد ادريس نفسه الان مقبلا على معركة اخرى ان يقوم بمساعية تثبت ان الرجل الذي دفن في الملليين قبل عقدين من الزمن لم يكن سوى والده عاد ادريس الى القرية وكان قريب له قد فاز في الانتخابات البرلمانية طرق بابه يطلب مساعدته في التحقق من هوية الرجل المدعو باسم محمد الراموني لانه ايقن الان بان الذي دفن هو محمد بن دريس الرحموني وان محمد بن علل الرحموني انتحل شخصيته واستحوذ على امواله وصار رجل الاعمال البلجيكي المغربي الاصل محمد راموني ارضاءا للشاب واجدته وبالرغم من انه لم يصدق الحكاية فانه رافق ادريس الى مكتب الوكيل العام للملك الذي اصغى لما قاله الشاب ووافق على نبش القبر واستخراج عينة من الرفاه يتم اخضاعها للفحص الجيني ومقارنتها مع جينات الشاب ادريس القضية صارت ضمن نطاق مدة التقادم التي صارت خمسة عشر عاما منذ العام احد عشر والفين اثبت الفحص الجيني ان ادريس هو ابن صاحب الرفاه اي محمد بن دريس الرحموني صارت الشكوك تحوم حول محمد بن علي الموسيو الراموني وتضاءلت فرضية مقتل محمد بن دريس على يد الحرس المدني الاسباني وتوجهت اصابع الاتهام الى الموسيو الراموني وللتأكد من ان المدعو محمد راموني ليس هو محمد بن دريس الرحموني فقد وجه الوكيل العام ملتمسا الى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان يطالب فيه باجراء بحث عبر انابة قضائية دولية توجه الى بلجيكا للاطلاع على الوثائق التي قدمها المغربي محمد الرحموني للحصول على الاقامة في بلجيكا ثم على الجنسية البلجيكية جاء رد السلطات البلجيكية مؤكدا ان المواطن البلجيكي محمد الراموني هو المغربي الاصل محمد بن دريس الرحموني المزداد بقرية الملليين باقليم تطوان في المغرب صار الامر يملي الان تكليف الشرطة القضائية في اغادير باخضاع محمد الراموني لعملية رفع البصمات ومقارنتها بعد ذلك بالبصمات الموجودة في الجذاذة الخاصة بتاجر المخدرات محمد بن علي الرحموني الذي سبق ان اعتقل في الفنيدق جاءت البصمات متطابقة تماما ولم يعد هناك من شك في ان الموسيو الراموني انما هو محمد بن علي الرحموني ألقي القبض على الرجل ونقل الى تطوان حيث مثل امام المحكمة الاستئنافية بتهمة قتل ابن عمه وانتحال هويته خصت الصحف الحدث بتغطية مستفيدة ولم يتمكن فريق الدفاع الذي فاوض النيابة العامة ثم عائلة محمد بن دريس من التوصل الى اتفاق ينهي المتابعة لقاء تخل المتهم عن جزء كبير من ممتلكاته لفائدة ذوي الحقوق ولكن عائلة محمد بن دريس وافقت في نهاية الامر سيذكر محمد بن علي مسير راموني ان من حسنات هذه المتابعة انها مكنته للمرة الاولى منذ عشرين عاما من معانقة والدته مثل محمد بن علي امام قاضي التحقيق واعترف بكل شيء بكل ما حدث في تلك الليلة عند سياج سبتة المحتلة قال انه لم يكن يريد ان يقتل ابن عمه بعد توثيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين محمد بن علي وورثة ابن عمه محمد بن دريس وافقت النيابة العامة على اغلاق الملف لتقادم جريمة الضرب والجرح المفضيان الى الموت بدون نية احداثه الاناتفاق Nie